حبدأ النهاردة بالبنك الاهلي كفريق عمل مباراة في منتهى الشرف والروح العالية النهاردة هبط أسترن النهاردة بس لعب مباراة كبيرة وبعشر لعبين ودى مثال لكل الأندية ان احنا هنلعب برجولة وبإخلاص وبنزاهة شديدة ده اللي حصل في مباراة النهاردة قدام أسترن والله الحمد لله طبعا الماتش النهاردة كان فيه ظروف معاكسة لنا يعني بداية من طرد محمد هلال وبعد كده ضربة الجزاء والجون اللي جيه في الدقيقة الثانية لكن طبعا اللعيبة بالإصرارها قدت انها تعود الجون دوت بعد خمس زياء يمكن صحيح بعد كده الضرب بتاع هلال وهلال عنصر مش بسيط بالنسبة للفريق وطبعا أكيد بيأثر عن معنويات بغض النظر عن النقص العددي لكن اللعيبة عندنا بتعود النقص العددي بالروح والإصرار صحيح وطبعا الماتش دوت يعني ماتش ممكن يقال عليه كالهم وبعدين احنا اتأخرنا وبعشر لعيبة وكان مطلوب مننا يعني جهد مضاعف مضاعف عشان نقدر نرجع أسرأة ببساطة شديدة لو خسرت المباراة النهاردة ما كانش حدا هيلومك أقولك بعشر لعيبة ما حاش يفكر أه أي تفكير سيئ وبعدين الدقيقة وصلت خمسة وتمانين صحيح يعني انت لما توصل لديها خمسة وتمانين وانت متأخر وتلعب عشر لعيبة مضبوط يعني خلاص يعني يقولك يعني لو تعادلت يبقى أطلع بالتعادل نتيجة كويسة إيجابية مضبوط طيب البنك الأهلي كحكاية عايش هنا من الموسم اللي فات وكان أكتر من مرة بقى عندي استوديوهات لمباراة للبنك الأهلي بداية ما كانتش عظيمة الموسم اللي فات كاشتراك أول فيه الدوري الممتاز بدأت الأمور روايدا روايدا تتعدل وبدأ يبقى فيه صفقات وبدأ يبقى فيه تحسين في مستوى البنك الأهلي وإن كان البنك الأهلي كان بدأ بصفقات جيدة وعمل فريق محترم كان فيه ظروف أنا أفتكرها كويس البنك الآلي الموسم اللي فات وهي قط اللبس وعرفته بسرعة يبقى فيه مدير كورة وعرفته بسرعة يبقى فيه جهاز فني قوي ويقدر يلم الفريق الموسم ده شوفنا بقى الشكل التطور الطبيعي للبنك الآلي فريق موجود في مكانة كويسة في جدول ترتيب الدوري قبل ما يختم الموسم بينافس على المركز السادس في الدوري وده هيبقى مركز عظيم كمان لو البنك الآلي وصله لو لم يصلهش هو عمل اه هيبقى موسم محترم برضو ازاي حصل كل ده يعني دي قصة نجاح صغيرة في وقت صغير رأسه دي يعني والله يا كابتن كريم انا هرجع كمان شوية عن التوقيت اللي حاك قلته توقيت وجودنا في القسم الثاني والقسم الثالث يعني بدأت رحلة طموحنا من القسم الثالث يعني احنا كمجلس إدارة لما جينا مسكنا المسئولية في النادي كان الفريق كرة القدم الأول في المركز الثالث وما كانش هو طول عمره احنا نادي عمره سبعين سنة وكرة القدم موجودة في الحتة بتاعة الثاني والثالث والرابع والكلام ده يعني بتتعرجح ما بينه صحيح يعني لما جينا وتولينا المسئولية كان عندنا طموح وإصرار وصدقنا الطموح ونقلناه للفريق ونقلناه للجهاز الفني وجبنا جهاز فني يعني بقاعدة قامية كابتن عيد مرزيق وقدرنا الحمد لله ان احنا نطلع من الثالث للثاني للممتاز لما طلعنا الممتاز كان حظنا وحش ان احنا كانت ساعدنا في الموسم بتاع كورونا الموسم ده كان فيه ثلاث شهور من مارس لغاية سبعة التوقف تام وما قدراك ما التوقف اللعيب يعود ثلاث شهور أو أربع شهور قاعد في البيت بالأمر وما فيش كنا بنتابع معاهم في البيوت وكنا عاملين برامج بنتابعها ولما جينا بقا ساعدنا ساعدنا في نص أكتوبر ونص أكتوبر كان الدوري هيبدأ في نوفمبر فانت حضرتك فريق ساعد محتاج حضرتك ان انت تعمل تجيب جهاز فني ملائم للمرحلة اللي انت داخل عليها محتاج تشكل فريق محتاج تعمل إعداد محتاج كل الأمور دي اللي انت بتعملها بتاخد شهر أو شهر ونص انت محتاج تعملها في ثلاث أسابيع فطبعا دي أثرت علينا في الإعداد أثرت علينا في التشريك الجيد للموسم ما بدأناش الموسم كويس صحية وبالتالي مشينا لغاية يمكن قرب نهاية الدور الأول وبصينا لقينا ان احنا 14 مباراة بعشر نقاط طبعا كان الامر بينزر ان انت ماشي في السكة الرجوع تاني للقسم به صحية لكن يعني الحمد لله كمجلس إدارة وكمسؤولين عن الكرة في النادي قعدنا وشوفنا ايه اللي موجود وايه اللي محتاج ان احنا نصلح يعني فيه يعني طبعا كان معنا الكابتل محمد يوسف مدير فني كفئ جدا طبعا لكن حدثك طبعا قضرة يعني ساعاتي بيبقى الدنيا مش ماشية تقفل بعيك اه ودي مش ماشية معادي ودي مش ماشية معادي صح فطبعا وقفنا ويعني حتى كان فاضل على نهاية الدور الأول تلت مطشاط انا فاكر وقالوا تم تستنى للدور الأول وبعد كده تغير يعني قلنا احنا قدامنا تلت مطشاط بتسعة نقط لو خدنا تسعة نقط دول ليه نفقدهم يعني صحيح وفعلا احنا غيرنا في التوقيت ده لاننا انتهزنا التوقيت ده كان فيه تمن او تسعة ايام فرق ما بين المطشين لأول مرة يبقى كان في الموسم كنا بلعب كل تلت ايام فانا مش لاحق ااخد قرار يعني لقنا ان فيه تسعة ايام فقلنا ممكن في الفترة دي كنا هنقف ونرجع على مطش اسوان وفعلا خدنا القرار وجبنا الكابتن خالق جلال جبنا الكابتن امير عبدالعزيز مدرب عام جبنا الكابتن كريم شحاتة مدير رياضي وبدأنا نشتغل ونقرب منهم ونعيش للدوافع يعني بدأت الحمد لله الامور تتحسن كسبنا من التسعة نقط كسبنا سبعة نقط وبدأنا الدور التاني بنفس الحماس ونفس الكوة ونهينا الموسم باحداشر مباراة الحمد لله من غير هزيمة صحيح والحمد لله قدرنا ان احنا نتجاوز سنة أولى دوري ونقدر ان احنا نعديها وبعد كده يعني بدأنا بقى الاعداد لما احنا قعدنا لان الكلام ده حتى كان في اخر ماتش يمكن او ماتش قبل الاخير كان عندنا الاخر حاجة الاتحاد اللي احنا ضمننا فيه البقاء وبعد كده كان عندنا ماتش الزمالك اللي هو اخر ماتش بعد كده بدأنا بقى يعني نراجع احنا وقفين فين وعايزين ايه وكان لابد ان احنا نحط هدف للموسم اللي احنا فيه السنة دي صحيح حطينا هدف كبير اللي هو المربع الزهبي لدرجة انه كان فيه بعض عناصر المنظومة مش مستوعبات طبعا انت زي يعني عدد المربع الزهبي وانت لسه خارج من معركة بقاء لا وصحيح انت بتصرف بس فيه ناس جنبك بتصرف اكتر اه طبعا يعني عندك بجهة تصرف بس مش زي كمان مش الصرف يعني الكبير الضخم فقدرنا ان احنا نزرع الطموح ده في الجهاز الفني وفي اللاعبين وفي المنظومة كلها بدأنا نقول ايه الادوات اللي احنا عايزينها بدأنا نبص للفريق احنا محتاجين تعديل ايه في الفريق جبنا الصفقات اللي احنا عايزينها بالزبط يعني يمكن انا اتذكر ان احنا جبنا ثلاث صفقات بتوعوادي دجلة وكان فيه عندنا ثلاثة معارين اشتريناها اللي هما كريم بامبو ومحمد فتحي واحمد يسيد ده اللي احنا عملناه السنة اللي فاتت وكانت في المراكز اللي احنا محتاجنا وبدأنا نزرع بقى الطموح والدوافع وفي الحقيقة الجهاز الفني واللاعبين والادارة كله اشتغل بنفس الخط وكان فيه تنسيق تام وقدرنا ان احنا نبدأ بداية قوية جدا الموسم دوت صحيح طيب واحدة من قصص النجاح اللي انا مش عايز سيبها في الحوارة تتوهمني بس لما انت تيجي تقدم لي لعب لمنتخم مصر فدي قصة نجاح نادي في مصر ونادي انا لما بقول لعب منتخم مصر عشان احنا مش بنكلم على اهلي او زمالك اه الانديها اللي هي معتاد اه المعتاد من لاها ياخذ لما تدي بقى لعب فانت بتتكلم ان انت اشتغلت كويس جدا عشان تدي لمنتخم مصر لعب يفيد منتخم مصر هبتكلم على احمد ياسين وما خدوا اتنين عارفك اه خدوا اسامة فيصل واسامة فيصل طبعا احمد ياسين واسامة فيصل مثلا بكلم احمد ياسين عشان هو اللي لعبك انت البيور يعني مش معار كمان اه احمد ياسين من اللعب المهمة واسامة فيصل كمان قدم بطولة عربية مهمة جدا احساسك ايه بقى انت منتخم مصر بيستدعي لعب من البنك الهدي في الحقيقة احنا السنة اللي فاتت كان الماتش بداية الفتحات الدوري اول صفارة كان ماتشنا صح مع طلاع الجيش وفجئت ان مستر كيروش وجهاز المنتخب كله موجود في المباراة فطبعا اللعيبة اتنقل لها احساس ان فيه توجه جديد اننا اللعيب مش هبص هو بيلعب فين مش لازم اهدي وزمالك اه هبص هو بيلعب ازاي هايل فطبعا اللعيبة اللي هي عمدها مواهب وانه هي قدرت انها تستوعب اللفتة اللي حصلت دي كان من دمنوع محمد ياسين هايل وقدر انه هو على مدار المباريات اللي افتتاحية بعد كده وكذا مباراة انه هو يبين انه هو لعيب واعد سنه صغير بيؤدي بشكل جيد جدا فطبعا كان فيه الاختيار ده وده يعني عمل يعني سقف طموح لكل الفريق ان انت اللي هيجيد هيخش المنتخب بغض النظر هو في اي نادي يعني صحيح ويعني هم عملوا مباراة محترم جدا سواء احمد ياسين او سامافيسة في الفترة اللي لعبوها مع منتخب مستخب